السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وسلم وبركة على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام ازريكم عملين ايه يا رب تكونوا بألف خير من هذا وصفتنا حلوة جدا انا متأكدة انها تعجبكم هنعمل الرز البوني بتاع الافراح الرز الطباخ الرز الافراح الرز البوني ايا ما كان بتسموه الرز حلوة جدا جدا وبيعجبنا كلنا بنبقى محتارين بيعملوا الخلطة بتاعته او طعم الحلو دارة يعني بيجبنين هو خلطة كده من الرز المصر مع الصلاة العصفور مع الشعرية ميكس كده بيتعمل باللحمة بيتعمل بالكبد احنا النهاردة ان شاء الله هنعمله بالكبد عايز اقولك هو برضو بطريقة اللحمة وهنشرح مع بعض في الفيديو هتعمليه كده او كده ازاي حلو جدا ريحته يا جماعة طعمه خطرة بكبد بكبد ريحته كده تحس انك ايه يعني تغير بقى عن المكرونة والشعرية بقى والمحاشوة اللي طوضوا من حاجات دي بكبد حلو جدا جدا مع فاخمة شوية او اللحمة بردة بيبقى حلو ملوش حلو نصلي على رسول اللي عليها افضل الصلاة والسلام هنحط لايك ونتابع الفيديو اول حاجة انا عندي هنا نص كيلو من الكبده انا مقطعها مكعبات كده يعني نص كيلو من الكبده والكلاوي عندي كوبة من رز المصر انا غسلها ومصفيها كويس جدا جدا عندي يعني مش هنقول كيلو هنقول 600 جرام من الشعرية و600 جرام من لسان العصفور الكيس اللي معي يا جماعة 300 جرام 300 جرام انا هستخدم كيسين من الشعرية على كيسين من لسان العصفور على كوبية رز المصر عندي كمان حت الدهن انا فرماها حلو جدا بتديلي تست حلو جدا جدا في رز اللي انا هعمله عندي كمان معلقتين من معجون الطمطن او ممكن معلقتين صلصة عندي بصلة صغيرة انا فرماها كده على خمس فصوص من الطوم البهرات بقى بتاعتي التوابل الصحيحة عود قرفة من الخشب عود قرفة خشب ثلاث ورقات من اللورة ثلاث فصوص حبهان ثلاث اربع فصوص من مصمرة القرنفل ثلاث اربع فصوص من الكوبية الصيني اثنين من اللومي قادي التوابل الصحيحة بتاعتي ان شاء الله يا جمان مقدر بالضبط بالضبط في صندوق الوصف عندي كمان معلقة كبيرة من الملح معلقة صغيرة من القزبان نشفة معلقة صغيرة من البابريكا نص معلقة صغيرة من الكمون نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود نيجي بقى للبوترز بتاعنا شايفين الدهن بجد يا جماعة يبدو ديلي تستحلو جدا 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 لو حاب تستغني عنها انتو راحتك بس جارة بيها وان شاء الله هتصبط لك الدنيا هتصبط الدنيا معاك اجي هنا هشتعل في الكب الأول الطاصة بتاعتي فاما علاقتين قبيرة من الزيت هنزل بشوية كده من الدهن هبدأ بس تفك الدهن شوية في الزيت كده شايفين فك معايا هنزل بالبصلة بتاعتي على خمس فصوص من التوم. التوم يا جماعة انا استخدمته كده. لان التوم كمال لسه هينطبخ مع رز بتاعي فياخد تسوية جمدة. فانا محتاجة يعني يدي طعمه في كل حاجة. طعمه في الكبدة وطعمه في رز. فانا هحطه الخمس فصوص طوم زي ما هم كده سلان. تمام? هبدأ اشوح في البصلة بتاعتي لحد ما تشفي كده وتضبط خلص. هنزل بالكبدة بتاعتي. طبعا انها معايا يا جماعة ونزلت بالكبدة بتاعتي. يقلب تقليبة كده. اول ما الكبدة بتاعتي تغير لونها كده والمسام بتاعها يتقفل. انا مش هسوي الكبدة يا جماعة انا بس ان انا عايز المسام بتاعها تتقفل ليه تشويحها كده. عشان بس لو ضفتها نية على رز بتاعي او خلطة الرز البوني اللي انا هعمله هتصبح معايا على رز. مش هتبقى حلو ابدا. شايفين? يدوك بس المسام بتاعتها قفلت. وتشوحت بس خمس دقايق مش اغطى. اعلي كمان من خمس دقايق. هي خلاص كده. هي خلاص كده. هركنها على جامل. ليه جي بقى الحلة اللي هشتغل فيها. الحلة ضفت فيها شوية زيت. متخافش من الزيت. احنا هنصف الدنيا دي كلها. وهتبقى الاكلة بتاعتنا خفيفة. يعني خفيفة على قد ما نقدر. تمام? شوية من الزيت. نزلت كمان بكمية. الدهن اللي انا قطت مقطعها. حوالي 100 جرام من الدهن. تمام? الزيت طبعا سخن معي. الدهن فاك معي. هنزل بالسنة العصفر والشعرية. طبعا يا جامعة الكمية دي بتاعتكم انتو. انا هستخدم 600 جرام شهرية 600 جرام من لسن العصفر هحمرهم الاثنين مع بعض الرز هحمر الواحد عشان بياخد تحميل مختلف شوية لو حبت حمريهم ثلاثة مع بعض انتوا راحتك احنا عملنا قبل كده في القناة بطريقة مختلفة شوية بس بجد كل طريقة احلى من الثاني ان شاء الله هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف على نارة عالية بقى ويدك فيه كده ايه وقلبي معلش بقى هم هياخد تقليب شوية بس يعني عشان ايه ما تسهيش عنه عشان ما تلاقيش حبت حروقت لا احبت شعوطت احبة خدت لون احبة فتحة يعني ايدك فيه كده ايه قلب من فوق اللي تحت كده وبستمران هنقلب فيه يا جماعة حوالي عشرة دقيقة هياخد تقليب معانا شوية تمام شايفين اللون اللي انا طلعته لون فتح جدا جدا خلي بالك نزل اللونه فتح درجة درجتين لانه كل ما بيقعد معاك كل ما بيغمق شايفين اللون بتاعه هنا بقى بصفهم الزيت عشان هتشوف الدهون اللي نزله معايا دلوقتي ينهر الزيت شايفين بس هوا يا جماعة لازم كمية زيت عشان يتحمر معاك بسهوله طبعا الزيت ده مش بيترمي بنستخدمه تاني في نفس الحال اللي حمرنا فيها لسنة العصفر البشرية الزيت اللي احنا حمرنا فيه هاخد منه بس شوية وهنزل بكبات الرز بتاعتي كبات الرز مصري مخصولة ومتصفية كويس النار طبعا عالية وهبدأ حمر في الرز بتاعي هتدي له برضو نفس درجة التحمير اللي انا قدتها للسنة العصفر والشعرية بتاعتي يدك طبعا فيه وهياخد حوالي برضو هنقول عشر دقاي شايفين اللون بتاعي بالضبط زي لسنة العصفر والشعرية معي شايفين تخدتوا بالكم اللون كمان لسه هوم يعني يدبك حمرنا الرز واللون غمق برضا فعشان كده بقولك خلي بالك من درجة التحمير خلي يعني افتح درجة درجة كتير عن ما انت عايز لان كل ما بيقعد معاك كل ما بيغمق هنقلب بقى كويس جدا جدا هنضيف بقى التوابل الصحيحة بتاعتنا ورق اللبرة اللومي القرومفل الحبهان الكبرب الصيني مع بعض هنقلب كده كويس في سخنية دسنة العصفر معنا وخلطة بتاعتنا ان ريحة هتطلع اول من شماحة البهرات طلعت هنضيف معلقتين من معجون الطمطم او ممكن يا جماعة معلقتين من الصلصة او ممكن الطمطمية مبشورة اللي انت تفضليه هنزل كمان بالتوابل النعمة معي البابريكا والكرمون والقصبرة والملح طبعا هتصبط الملح بتاعك حب نضيف مكعبات مرأ انت ورحتك بس احنا هنضيف شرب عندي هنا اللتر من الشرب اخدوا بالكم للحطة اللي جاية دي عشان الحطة دي مهمة جدا جدا شايفين الرز بتاعي سخني طبعا لان كل ده على نارة عالية وعايز اقول لكم كمان الشربة بتاعتي كانت سخنة جدا 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 دي شربة لحمة يا جماعة اي شربة متوفرة عندكم الشربة كمان كانت سخنة فشايفين الرز بتاعي عمل ايه شرب الشرب يعني في ثانية كده بخلي بالكم اضبطوا الحطة دي عشان الرز الزبط معاكم انا هنا كمان ضفت كبية من الشربة بس لقيت الكاميرا فاصلة ما صبرتش الجزء ده يعني ضفت حوالي لتر وربع من الشرب وشايفين مفيش اي شرب او سوايل بين من الرز بتاعي طبعا مزلت بالكبدة وهقلب كده خدت تشوح للكبدة يا جماعة عشان متزفرش بخلطة بتاعتي شايفين مفيش اي سوايل يعني ضفت لتر وربع من الشرب او مفيش سوايل واضيف حوالي كوبية مية مغلية السوايل يا جماعة اللي بنضفها خلي بالكم انها تبقى مغلية او رز معي سخنة عشان ايه ما يعجنش لانك لو ضفت مية برد او ضفت الشربة برد او ضفت الشربة برد او هتلاقي اللي بنضفها بالخلطة بتاعتك عجنت شايفين ضفت كمان كوبية مية مغلية يعني المجموعة كده لتر وربع من الشربة وكوبيتين كوبية من المية المغلية يعني حوالي لترين من السوايل يا جماعة شايفين يدوبك بس بتبقبك كده وبين من الرز انا مش عايزة اغطيها لانك لو اغطيها هتعجن معاك خلي بالك من الحتة دي عشان تدل بتفصل ارز معاك اللي يطلع حلو ويطلع معاك هاجي بقى اجيب الشياطة بتاعتي وعلى عين الصغيرة ديت الشوالة الصغيرة وهو حط الحلة بتاعتي عايزة اقول لكم ان يعني ماخدش تسوية ولا اي حاجة انا لسه بقلب اهو ولسه مغططش كمان الحلة يعني شايفين مفيش اي يعتبر مفيش اي سوايل اصغر شعلة عندك والشياطة وهتحط الحلة عشر دقايق وهنرجع له تاني عايزة اقولك كده بعد ما عد عشر دقايق شايفين مهم جدا انك تزبط السوايل بتاعتك يا دوبك تبقى بينا من الرز مش مغطيه لا تبقى بينا من بقبكة فيه كده تمام هنقلب بقى تقليبه كده من فوق اللي تحت ومن تحت الفوق ما شاء الله يا جماعة لونه حلو جدا جدا وراحته ملهاش حال ان شاء الله يعجبكم جدا جدا هنقلب تقليب شايفين حبيته رز حبيته رز استود بس تحس انها نشفة عايزة اقولك رز ده كابلة ما بيبرد وتحس ان حبيته نشفة كده ومش مش حلوة فهنعمل ايه هنجيب كيس من اللي هو بتاع الحفز بتاع التلاجة كيس نضيف كده من بتاع التلاجة هنفتحه بالشكل ده و هنغطع رز بتاعنا هنكتمل بخار و هنسيبه كمان حوالي هنقل 15-20 دقيقة الخطوة دي مهمة جدا بتخلي حبيته رز دايبة معاك ونعمر ومهما بتقعد معاك يوم او اتنين او بتبرد بتفضل طرية ما بتنشفش وبتبقى عريضة كمان يا جماعة ما بتوقاش ناش فاجرب الحتة دي و هتعجبك جدا جدا هنا بعد ما عد عليه 20 دقيقة هو خلاص خلص معاك شايفين حتى الفرق ما شاء الله رز البني بتاع الافراح بو منتهى السهولة تكات و حاجات كده يعني سهلة و بسيطة بس بجاتب تفرق جربيه و ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا بجد يا جماعة كفاية راحته خلص معايا بمنتهى السهولة و حاجة كده سهلة و بسيطة ان شاء الله هيعجبك شايفين لونه قادر رز البني بالكبل لو هتعمله باللحمة يا جماعة اللحمة نفس طريقة الكبل ما فيهاش اي فرق هتقطع اللحمة مكعبات صغيرة بس تكون يا جماعة اللحمة ملبسة شوية يعني فيها نسبة ده وسهل و بسيطة ما خدش وقت ده كان فيديو النهاردة ان شاء الله هيعجبكم لو فيديو النهاردة عجبكم ما تنسونيش لايكش اشترك في القناة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته